أسلوب الاختصاص كاللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أهلا يا أعزائي جاءني سؤال اليوم عن أسلوب الاختصاص وأحب أن أشارككم الإجابة عنه أسلوب الاختصاص هو أسلوب يذكر فيه ضمير للمتكلم غالبا أو المخاطب أحيانا وبعده اسم ظاهر منصوب يسمى مختصا يأتي لتفسير الضمير وتوضيحه مثل أن نقول نحن العرب متفوقون الجملة أساسا نحن متفوقون ولكن جاءت كلمة العرب لتوضح المقصود بي نحن والاسم المختص يأتي على ثلاث صور كالتالي أنا المهندس أنهض بالعمال الاسم المختص المهندس صورته مقترن أو معرف بأل نحن معاشر المواطنين نسعى جاهدين للرقي الاسم المختص معاشر المواطنين صورته مضاف إلى معرف بأل بنا أيها المواطنون نحقق الآمال الاسم المختص أيها صورته لفظ أيها بنا أيتها المعلمات يرتق الطلاب والطالبات الاسم المختص أيتها صورته لفظ أيتها ثم نأتي لإعراب الاسم المختص يعرب الاسم المختص مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أقصد مثل نحن المعلمين نحمل رسالة سامية المعلمين مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أقصد منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم يعرب الاسم المختص إذا كان لفظ أيها أو أيتها مفعولا به مبنيا على الضم في محل نصبي على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص والاسم بعدها صفة مرفوعة لأيها أو بدلا مرفوعا منها مثل أنتم أيها المهندسون تنهضون بالعمال أنتم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أيها أي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أقصد المهندسون نعت لكلمة أي مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والآن أتمنى أنكم أيها المتابعون قد استمتعتم بهذه المعلومات القيمة وإلى أن نلتقي مرة أخرى ابحثوا لي عن أسئلة ومعلومات تودون التعرف عليها عن لغتنا العربية وقواعدها إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر